بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعين الكرام التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء وحالات الوفاء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 الموافق 8 زلحج 1441 لكن قبل أن نروح للتفاصيل فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو الصحة تعلن عن تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 27 حالة وفاء رحمهم الله وتسجيل 2945 حالة التعافي ليصبح إجماري عدد الحالات المتعافية 228 569 حالة ولله الحمد أما بالنسبة لعدد الحالات حسب المدن سجلة الهفوف 160 مكة المكرمة 122 الرياض 108 المدينة 83 الدمام 70 ينبع 55 جزان 51 أبهى 49 المبرز 47 جدة 40 حائل 39 نجران 39 خمسمشيط 32 عفر الباطن 32 واد الدواسر 30 تبوك 28 الطائف 27 بريدة 23 شرورو 23 زهران الجنوب 22 أما عن باقي المدن السعودية فهي أمامكم على الشاشة وبكده وصل إجمالي عدد الحالات في السعودية حتى اليوم 272 590 حالة أما إجمالي حالات التعافي 228 569 حالة وإجمال الوفيات في السعودية 2816 حالة 41 225 حالة نشطة منها 2063 حالة حرجة وبكده وصل العدد الإجمالي عالميا 16.756.275 حالة أما إجمالي حالات التعافي عالميا 9.767.016 حالة أما إجمال الوفيات 660 748 حالة اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء أدمنا لكم التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية اليوم 4 29 يوليو 2020 الموافق 8 زي الحجة 1441 ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر